أحلام من فرنسا بارك الله فيها تقول سمعت إماما أو شيخا يقول بأن الله تعالى قبل أن يخلقنا أعطانا الخيار أما أن نكون ملائكة أو نكون بشرا تقول فقال هو بأننا اخترنا أن نكون بشرا تقول أنا بحثت عن هذا الكلام فلم أجده هل هناك يعني ما يدل عليه أختي أحلام بارك الله فيك أولا لا بد أن نعلم أننا في عالم عالم افتراضي العالم الافتراضي الآن هذا الثورة المعلوماتية الاتصالاتية السماواتية التي أغرت كثير من الناس بأن يتكلموا فيما يحسنون وفيما لا يحسنون وفيما يعلمون وفيما لا يعلمون ولهذا الفتنة عظيمة جدا في هذا الوقت بسبب هذه التخمة من المعلومات وهذا الضخ من المعلومات التي تدخل إلى قلوب وعقول الناس لهذا وجب الفرز في هذا الوقت بحيث يتميز يعني يميز الناس بين من يأخذون منه ومن لا يأخذون منه لأن للأسف الشديد الآن ما يتلقاها الناس حقيقة يعني أمشاج وخلط وتناقضات وأشياء كثيرة جدا حتى أصبح الناس في حالة من الاضطراب لهذا يجب على كل إنسان أن يميز وأن يفرز وأن يقسم المسائل وأن يعرف هذا الشخص آخذ منه وهذا الشخص لا آخذ منه فليس كل من تزيى بزي أهل العلم وليس كل من تكلم بالدين يؤخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الخوارج قال يقولون من خير قول البرية وهم كلاب النار يقولون من خير قول البرية يعني يقرؤون القرآن وكذا لكن هم كلاب النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يغرنكم شخص مثلا عنده فصاحة في الكلام وحسن بيان وحسن عرب لا بد أن يكون من هو هذا ومن هو مشايخه ومن أين درس وهل رضيه العلماء يعني العلماء شهدوا له أم أنه مجهول الحال لذلك للأسف هناك أسئلة كثيرة تردنا سواء هنا أو خارج البرنامج من أناس والله أخذناها من شيخ يعني علامة علامات وعلامة أحد العلماء أو مشايخ هو تزيى بزي العلماء وهو من أبعد الناس عن العلم وليس كل واعظ قد يكون الشخص صادق لكنه واعظ وليس بعالم الواعظ هو الذي يذكر ويعلم لكن هذا قد يعني يأتي بمصائب وبطوام لماذا؟ لأنه ما يمتلك أدوات الاجتهاد ولا عنده الأهلية التي تسمح له فعلا بأنه يتكلم في مثل هذه القضايا هو بالكاد يعني يحسن الواعظ وليس كل واعظ عالم وكل عالم واعظ فلذلك بارك الله فيك تنتبهون وأحسنتي حينما سألتي وهذا واجب كل مسلم أنه إذا أشكل عليه شيء أن يسأل أهل العلم مسألة ثانية هذا الكلام ليس له يعني أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في قول من يعتد بقوله بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة والتابعين ولا في قول أئمة الإسلام هذا كلام غريب وموحش كيف يعني أن الله عز وجل قال للإنسان تختار ملك ولا إنسان يعني مقدمات العقل ترفض مثل هذا الأمر يعني الله عز وجل خلق الإنسان ثم قال تبقى تصير ملك ولا تصير آدمي هل هذا كلام معقول؟ وهذا يرد بمقدمات العقول ولذلك ما الفائدة من هذا الكلام؟ يعني لأسف الشديد الآن كثير من الناس يأتون بالغرائب وبالعجائب لأجل أن إما يريد خاصة الذي يشتغل في وسائل التواصل يريد زيادة أعداد المتابعين يريد لأن الطبيعة النفس البشرية تعجب بالغريب وتحرص على متابعة فصول هذا الغريب فيكون هنا يعني مجموعة كبيرة من المتابعين ويأتي بمثل هذه الغرائب والعجاب حتى بعضهم يتقصد يفتش الكتب ويأتي بكل غريبة وكل نادرة حتى الناس يبدؤون يتابعون وهذا غلط لهذا بارك الله فيك يعني مثل بعض الأشياء هذه ما يحتاج والله السؤال عنها يعني الله عز وجل خلق الملائكة قبل خلق آدم قبل خلق آدم ولذلك لما خلق آدم أمر الملائكة بأن تسجد له فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لهذا هذا كلام ما لقي موحش وليس له مستند ولا أصل ولا له ثمرة ما له ثمرة وأيضا مردود ترده النصوص في الكتاب والسنة وعلى هؤلاء الوعاظ أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا الناس ما ينفعهم في وصول دينهم وفي أحكام شرعهم هذا الذي يحتاجه الناس الناس أغلبها الآن والله ما يحسنون الوضوء وإذا أحسن الوضوء ما يعرف نواقض الوضوء وأشغلت بعض الناس أشغلوا الناس بمثل هذه الغرائب ومثل هذه النوادر وضيعوا الوقت على الناس علموا الناس العقيدة السليمة علموا الناس حذروا الناس من الأمور التي قوادح من قوادح العقيدة علموا الناس الأحكام الشرعية أحكام الوضوء والاغتسال والتيمم مسعى الخفين والصلاة هذا اللي ينفعهم ويرفعهم عند الله عز وجل أما هذه القصص وهذه الحكايات المنسوجة ما لقيمة قد تكون بالعكس ضرر ضرر على الدين الإنسان وعلى عقيدة الإنسان بارك الله فيك